طيب تعالوا نروح لنشاطات الرئيس النهاردة النهاردة الرئيس عبدالفتاح السيسي استقبل ولي عهد أبو ظبي اللي قام بزيارة للقاهرة تستغرق يومين وقدمنا لقطات من وصول ولي العهد لإمارة أبو ظبي إلى القاهرة ومطار القاهرة الدولي وزي ما حراركم شايفين كان على رأس مستقبليه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وكبار المسؤولين في مصر يعني بيتزامن مع هذه الزيارة أن فيه فعاليات كمان تدريب بحري عسكري مصري إماراتي مشترك تحت عنوان خليفة ثلاثة والحقيقة أنه أنا مش محتاجة أتكلم كتير عن العلاقات المصرية الإماراتية مش محتاجة أتكلم كتير دي طبعا لقطات من بعض التدريبات العسكرية المشتركة البحرية دي لقطات من بعض التدريبات السابقة وزي ما بقول لكم مش محتاجة أتكلم كتير عن العلاقات المصرية الإماراتية لأنه فيه دول كده تحديدا تحديدا لما تجيب سرتها مش محتاج تتكلم كتير وفيه بعض الدول لما تتكلم عن علاقتها بمصر مش محتاج تقول وتسهب في الكلام لأن الناس كلها تقريبا عارفة الخصوصية الشديدة الخصوصية الشديدة اللي بتميز العلاقات المصرية الإماراتية لعلاقات الإماراتية المصرية الحقيقة إن فيه حالة عشق حالة عشق وحالة حب وحالة ثقة وحالة احترام وحالة احتضان وحالة دعم وحالة مسندة وحالة كل حاجة حيلة وممكن تقولوها تربط الشعبين والقيادات الرسمية كمان يعني على مستوى الحكام في الدولتين وعلى مستوى الشعبين الحالة اللي أنا بقولها لكم دي موجودة في أحلى أحلى صورها وحقولها للمرة العشرة ولن أحجل الدولة الوحيدة وانا بقولها هو أنا مسؤول عن كلامي الدولة الوحيدة التي وقفت وتقف إلى جوار مصر في أزمتها السابقة وفي الأوضاع الاقتصادية اللي كانت صعبة وفي حالة عدم الاستقرار السياسي اللي كانت موجودة في مصر في السبع سنين اللي فاتوا هي الإمارات العربية المتحدة دعمت وساندت واحتضنت مصر بلا هدف بلا مصلحة بلا غرض مساندة من أجل المساندة حب من أجل الحب دعم من أجل الدعم ولأنهم أبناء مخلصون وأبناء بررة بأبيهم الشيخ زايد رحمة الله عليه الذي أوصاهم أوصاهم بمصر والمصريين وهم الحقيقة خير خلف لخير سلف هم فعلا خير خلف لخير سلف اللهم إن هذا كلامي لا رياء فيه ولا سمعة ولا نفاق وأقول لوجه الله ولكي أعطي المحق صاحب الفضل حقه ودولة الإمارات وحكامها وشعبها أصحاب فضل وأصحاب حق وهذا حقهم طيب